إلى القدس العربي رئيس المخابرات الأمريكية السابق أمريكا لن ترد بالسلاح النووي إذا استخدم بوتن القنابل الذرية في أوكرانيا توقع الجنرال ديفيد بيترويس أن الولايات المتحدة إلى جانب الحلفاء ستقضي على القوات الروسية إذا قرر الرئيس فلاديمير بوتن استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا وأكد رئيس المخابرات السابق أن القوى الغربية تأخذ تهديدات بوتن على محمل الجد مشيرا إلى تصريحات مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بأن العديد من المسؤولين الأمريكيين قد حذروا موسكو بأنها ستواجه عواقب كارثية إذا استخدمت أسلحة نووية في أوكرانيا وأكد أن الرد الأمريكي لن يتوسع نوويا أي أن الولايات المتحدة لن ترد بتصعيد نووي مع روسيا على الرغم من أن الأمر مروع للغاية ولاحظ المسؤول الأمريكي البارز أن الإشعاع النووي سيصل إلى دول حلف الناتو مما يجعله بمثابة هجوم فعل على الحلف اشتركوا في القناة